بعدما تغيرت موازين القوى عسكرياً وسياسياً لصالح حكومة الوفاق وأضحت هزيمة خليفة حفتر أمراً واقعاً لما فر منه خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحد أهم الداعمين لمشروع عسكرة الدولة في ليبيا ليهدد الليبيين بالتدخل المباشري في بلادهم في تناقض واضح مع مبادراته التي لم يجف حبرها بعد والتي دعا فيها لتغليب لغة الحوار ووقف الأعمال العسكرية وفي تجاوز لطبيعة الدولة الحديثة ومنطق المواطنة توعد السيسي بتسلح أبناء القبائل ذات الأصول الليبية المقيمة في سحراء مصر الغربية وذلك خلال تفاقده لأحدات عسكرية بالمنطقة الغربية المحادية لليبيا مدعياً في الوقت ذاته توفر غطاء دولي لذلك على حسب تعبيره نحن ليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم لا نريد شيئاً وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا وإحنا مستعدين نساعد ونساند ده هاتوا النهاردة من شباب القبائل من عندكم وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم نحن مش عايزين غير ليبيا المستقرة ليبيا الآمنة السيسي لم يكتفي بالتلوح بالتدخل المباشر فقط بل ذهب إلى التهديد بعدم قبولهم تجاوز مدينتي سيرت والجفرة معتبراً هاتين المدينتين خطاً أحمر بالنسبة للقاهرة لا يمكن تجاوزه متعاهداً بتسليح أبناء القبائل وتدريبهم خط اللي وصلت إليه القوات الحالية سواء كان من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية كلهم أبناء ليبيا وإحنا بنتكلم مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف فلنتوقف على هذا الخط ونبتدي إجراءات مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة الليبية وللوصول إلى حل للأزمة الليبية حل سياسي إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سيرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر وتأتي تصريحات السيسي في وقت تعثرت فيه مفاوضاتهم مع أثيوبيا بشأن سد نهضة ومطالبتهم مجلس الأمني بالتدخل لإيجاد حل عادل ومتوازن حيث أضحت القاهرة وفق رأي مراقبين عاجزة عن التعامل مع آديسة بابا ولا تحمل أي أوراق قوة وتستجدي منها الحوار والسلام بينما نراها على الضيفة الغربية من حدودها تلوح بالتدخل العسكري المباشر ومزيد من الحرب والدمار مستغلة الإنقسام القائم وضعف الجبهة الداخلية في البلاد اشتركوا في القناة